موسيقى أهلاً وسهلاً بكم معنا في هذا اللقاء الجديد نلتقي اليوم حول قصيدة غارناطة للشاعر العربي الكبير نزار قباني نستمع إليها على إقاع نغمات يؤديها لنا الفنان المقتدر الأستاذ فتح الله الشكلي قصة القصيدة أن الشاعر نزار قباني زار قصر الحمراء وكانت مرشدته الأسبانية تتحدث إليه عن تاريخ قصر الحمراء في غارناطة وتمادت متباهية بجدودها الأسبان فاستغرب نزار قباني على اعتبار أن العرب هم من بنى هذه المعلمة التاريخية العظيمة فكانت هذه القصيدة رداً عليها وتقول ما يلي في مدخل الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا معادي عيناني عيناني سودواني في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية؟ هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غارناطة ميلادي غارناطة غارناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي ورأيت رأيت منزل قديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الدهبية الإنشادي ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي في شعرك المنساب نهر سوادي في وجهك العربي في التغري الذي ما زال مختزنا شموس بلادي في طيب جنات العريف ومائها في الفل في الريحان في الكباد سارت معي والشعر يلهت خلفها كسنابلة تركت بغير حصادي يتألق القرط الطويل بأدنها مثل الشموع بليلة الميلاد يتألق القرط الطويل بأدنها مثل الشموع بليلة الميلاد ومشيت مشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي ورائي التاريخ كوم رمادي الزخرفات الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات والزركشات على السقوف تنادي قالت قالت هنا الحمراء زهو أجدادنا فاقرأ على جدرانها أمجادي همجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا تانيا لفؤادي يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر